مدينة تي بي اس اے مالتی میدی ارکتی پروتشتان لبني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاطنوها ان كنتم صادقين فمن افتر على الله الكذب من بعد ذات فاولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين ان اول بيت وضع للناس لالذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآية الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تطنى عليكم آية الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الكويل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيد وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آية الله نتنوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينشرون ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله آناء النيل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسادعون في الغيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يغفروا والله عليهم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ كَبَالًا وَادْدُوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنتُمْ أُلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا وَعَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسْنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِلُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ قَتَتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعدًا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْتَفْ سَلَامُ اللَّهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بسلاسة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يطوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعفا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بياد للناس وهدى وموعزة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحك الكافرين أم حسبتم أن تذكروا الجنة ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجرا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصرهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآكرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّادِمِينَ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآكرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحسنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد القم أمنة نعاسا يرشها طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لا برس الذين كتب عليهم القتل إلى مباجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم ألتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا كزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو موتتم المغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن موتتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفرهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكن على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والعكمة وإن كاموا من قبلنا في ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للغفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفوههم ما لس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ينزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحكوا بهم من قلبهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يذيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاكشأهم فسادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رذوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك ما الشيطان يكوفف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يدروا الله شيئا يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يدروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم كير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إسمه ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هم شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراس السماوات والأرض والله بما تعملون بصير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنتم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب الرسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأذكر الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم أمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبزواه وراء زهودهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تذكر النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا هناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فأفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من زكد وونسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديالهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها لنهر ثوابا من عند الله الله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتك لنهار خالدين فيها نسرا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صابدوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سورة النساء مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن كفتم ألا تقزطوا في اليتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وسلاسى ورباع فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة نوما ملكت أيمالكم ذلك أدنى فإن كفتم ألا تعدلوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واخسوهم وقولوا لهم قولا معلوفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فلنستعفف ومن كان فقيرا فلنأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكسر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخشى الذين لو ترقوا من خلفهم ذرية ضعافا كوفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسين فإن كنا نساء فوق سنتين فلهن السلسى ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبواه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فإن كان له إخوة فلأم السدس من بعد عسنية يوسيبها أو دين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصنية يسين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السبن مما تركتم من بعد وصنية تنصون بها أو دين وإن كان رجل إن يورسوا كلالة أو امرأة وله أخ واخت فلكل واحد منه السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصنية ينصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يتعلناه ورسوله ويدكله جنات تجري من تحت الأنغار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدكله نارا خالدان فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفرحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست الدومة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترسوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج من مكان زوج وآتيتم إعداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد صلف إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم فإن لم تقولوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائن أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم